اهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية اسمحوا لي طبعا نتكلم في الفقرة دي مع الدكتورة هيندي زيدان وهي مديرة تسويق في احدى شركات الادوية هنتكلم على حاجة مهمة جدا هي يعني ايه ميديك الرب يعني ايه مندوب دعاية يعني ايه حضراتك لو ما تخش العيادة تبص تلاقي زنيل واقف بشنطة وبكرافات توشيك قوي او زنيل واقفة ومستنية الدكتورة عشان تخش تتكلم معاه حريك تقول لا انا مش عايز حد يخش قبلي لا انسوا المندوب الدعاية ده هو بيجي ضايع وقتك فعلا ولا بيجي ضايع وقت الطبيب ولا هو بيجي يعمل ايه وهو عبارة عن ايه وخريج ايه وبيدرس ايه و ايه فايدته ما هو كل حد لازم يقاليه فايدة اكيد الشركات مش بتجيب حد و بتدفع له فلوس عشان خاطر يضايع وقت اي حد خلونا نعرف اكتر و ندخل هذا العالم المهم جدا وهو الدعاية الطبية مع الدكتورة هندي زيدان اهلا بحقيقة دكتورة منوران يا فندم و لان ايه الكرير ده و ايه الوضع ده و عشان ادخله ادخله ازاي طيب خلينا نتفق الاول ان شركات الادوية فيها اقسام كتيرة ممكن السيدال يدخل فيها فقبل الاول ما نتكلم على فكرة الماديك الرب احنا عندنا مثلا قسم ريسورش ان ديفالوبمنت و ده اللي هو الابحاس بالزبط اللي بيخترعوا الادوية الناس اللي بيطلعونا كل فترة موليكيولز او ادوية جديدة تعالج الامراض اللي ما كانش ليها علاج او تحسن على الحاجات اللي موجودة في حاجة تانية مثلا زي قسم الكواليتي كنترول و ده اللي بيبقى مسؤول عن انه يحافظ على او يتأكد ان الدواء اللي موجود في الماركت ده من جودة الادوية اللي موجودة في السوق بالزبط و انه انه هو مطابق لمواصفات و كل حاجة وفيه طبعا قسمه مهم جدا هو قسم السيلزي اند ماركتينج او قسم البيع والتسويق يبقى احنا عندنا حاجة اسمها هو تخصص مهم جدا في الصيدلة اسمه اندستيريا الفارماسي او الصيدلة الصناعية فيه اوتدور و اندور الاندور اللي هو جوه المصنع من اول المادة الخام لغاية ما نتأكد ان الدواء خارج بر المصنع يبقى اسمها اندور صح كده او الدور اللي حضرك بقى نتكلم عنه النهارة اللي هو التسويق وخدمة ما بعد البيع صح كده فيه ستارتينج بوينت كده انت ممكن تبتدي عندها كسيدالي لو انت حابب تدخل الكارير ده اسمها ان انت تبقى مادة كراب او مندوب دعاية طبعا الناس بتسمع كلمة مادة كراب ايه ده انت سيدالي هتروح تشتغل مندوب مبيعات طبعا ما احترمنا المندوب المبيعات شغل انا محترمة جدا بس انت دورك كمادة كراب مش مندوب مبيعات خالص مش دورك ان انت تمشي تليف في تبيع الدواء انت دورك اكبر من كده بكتير واحسن من كده بكتير انت دورك ان انت تعرف الدكتور وتعرف كل الناس مش بس الدكتور يعني انت حلقة الوصل ما بين الشركة وما بين كل الهالس كير سيستم او كل المنظومة الصحية يعني خلينا برضو تسمحيني في الحتة دي طبعا مندوبين البيع فوق دماغنا هم طبعا مسؤولين اكتر على حتة البيع وحتة الفلوس التوزيع وهم تخصص مهم جدا جدا مهم عندنا بس هو بيتكلم على حتة الفلوس صح كده والحسابات الحتة بتاعت مندوب الدعاية اكتر محتاجة واحد متخصص ميديكال متخصص طبيا فالحتة دي بيبين فيها ايه هو الدواء ايه هو تركيبه ايه هو للطبيب المعالج صح كده انت مصدر المعلومات سواء للطبيب سواء لصيدالي زيك طبعا او الحد البرودكت بتاعك او الدواء اللي انت عارفه او بتتكلم عليه نيرس او ممرضة اسيستنت او مساعد الدكتور الناس دي كلها انت مسؤول ان انت تديهم المعلومات الكافية عن الدواء بتاعك عشان يقدروا يساعدوا المرضى لان انت ملكش علاقة بالمرضى او انت مبتقدرش تتواصل ضعيكي مع المرضى صحيح اوكي تمام فده بالنسبة للرول او الدور بتاع المندوب كويس جيد طيب لو المندوب مش موجود خلينا دايما نقول ايه عايز تعرف اهميتك في الحياة اكس انت مش موجود لو المندوب دي مش موجودة هتقل الدنيا هتزيد هي هي يعني هلقى تبقى فيه مشكلة طبعا يعني مبدئيا كل الناس اللي انت بتتعامل معهم اللي احنا تكلمنا عليهم دول مش هيبقوا عندهم المعلومات الكافية عن اي حاجة تنزل السوق جديدة او حتى قديمة ما هو القديمة ده بيحصل عليه تعديل او بيحصل عليه قبضية كل فترة تمام بيتشالم السوق او بيتعمل منه حاجة جديدة او بيتعمل منه و بينزل منه شكل جديد كل المعلومات اللي ليها علاقة بالدواء بتاعك ده محدش هتوصل للناس ازاي حتى في وجود السوشيال فيديو والحاجات المعروفة دلوقتي احنا مش مسموح لنا ان احنا ننزل بكل المعلومات على الانترنت والناس مش هتفهمها طبعا الناس مش لازم تفهم كلها ده مش تخصص طبعا هو تخصص الطبيب او الصيدالي او في القطاع التجبي زي ما حيك قلت ممرض او مريضة هم اللي يعرفوا المعلومات لكن الناس بشكل عام تعرف معلومة اللي تفيدها غير كده يعني ما هاش داعي وكمان الدكتور او الفيزيشن مهم اوي ان هو هياخد وقت طويل اوي لو المندوب مش موجود انه يعد يدور ويلف ويشوف كل شركة بتعمل اي جديد وبتنزل اي جديد ويفضل يدور هو بنفسه لا طب ليه تمانت عندك حد هيبقى هو مسؤول او هو البني ادم المسؤول ان هو يعرفك كل جديد ويخليك اوب ديتت من غير متاخد وقت ان انت تسيرش برا وبرضو مش هتوصل للي انت يعني مندوب الدعاية هو حلقة الوصل ما بين الطبيب وما بين الشركات الدواء علشان يعرفوا كل ما هو جديد في مجال الدواء وده الصالح المريض في حد ذاته عشان خاطر الدكتور يبقى اوب ديتت بيبقى عارف كل ما هو جديد من دواء نازل قبل الفقرة بتاعتنا كان فيه فقرة مع الدكتورة شيماء كلنا بنتكلم على ادوية ترماطايت وبنتكلم على ان دلوقتي اصبح فيه ادوية اوب تو ديت كل يوم بينزل جديد فلو الطبيب ما وصلوش ان فيه حاجات جديدة بتنزل طبعا هو مهم جدا ده مش معناه طبيب ما بيقراش طبيب بيقراش ومثقف جدا بس كمان الحتة بتاعت بقى التركيبة نفسها والتركيبة الفرماسيوتيكال ده اقدر واحد يقدر يقدمه هو الصيدالي اكيد وايه طبعا الدراج دراج انتر اكشن او ايه الادوية اللي بتتفعل مع بعضها طبعا يتاخد مع ايه وما يتاخدش مع ايه السيدالي والعارف عن دواه هو اكتر حد يقدر يفيد فرطة سيدالي طيب قولنا ازاي بقى ابدأ هذا الكريم طيب دلوقتي فيه دايما مشكلة دايما ييجوا الناس اقول سيدالي الجداد احنا ما بتقبلش ليه في الانترفيو او ليه انا لما بدخل الانترفيو في شركة كبيرة سواء لوكل او مالتي ناشنال ليه ما بتقبلش طيب احنا خلينا نقول ان احنا شغلانا بتاعت السيلز اند ماركتنج دي فيها شوية تالنت يعني فيها شوية موهبة ولو انت ما عندكش التالنت دي من البداية عادي جدا انا قدر اشتغل على نفسي وابقى كويس في الحتة دي بس انا يعني فيه شوية حاجات يعني هقول لها اللي هي اللي هي هتخليك لما تلاقيها في نفسك تتعرف ان انت تمام اول حاجة ان انت تبقى كومينيكيتر او يبقى عنده كومينيكيشن سكيل تقدر تتواصل مع الناس بالزبط ليه لان انت زي ما كلمنا دلوقتي بتتعامل مع كل انواع الناس ما تكونش بتكسف بالزبط اه سواء الدكتور سواء نيرز زمايلك في التيم زمايلك في الشركة مهم قوي ان انت يبقى عندك اي كونتكت بادي لانجوش تبقى بتسمع كويس قوي عشان ما تعدش تبقى متصاربع جدا في الاجابة دكتور عايز يعرف حاجة معينة وانت عمال بتتكلم في حاجة تانية مش بترد على السؤال ده واجهة الشركة او الامج بتاعتك او صورتك هي صورة الشركة فلو انت مهزوز او صورتك مهزوزة ده هيبين ان الشركة برضو مهزوزة وحنا مش عايزين كده حتة ده مهم قوي عشان اقاوي نفسي فيها ان انا طول الوقت بقى عندي knowledge دايما كده كانوا بيقولوننا knowledge is power او المعرفة قوة يعني كل ما كنت عارف اكتر عن الحاجة اللي انا بقولها كل ما هيبقى وثق في نفسي بتتكلم بقوة جدا وبالتالي ده هيرفلكت ان انا بقول معلومات صح فالناس هتقتنع باللي بقول تالت حاجة اسمها negotiation skills او مهارات تفاوض بيسموه كده مهارات تفاوض ان انا اقدر لما تكلم مع حد في حاجة اقدر اوصل لحاجة اسمها win-win situation او احنا الاتنين نوصل لpoint معينة او نقطة معينة احنا الاتنين نبقاراضين عن اللي بنقوله او موفيين ومقتنعين فيها الصالح لنا احنا الاتنين ومهم قوي عشان عارف اعمل النقطة دي كويس ان انا يبقى عندي خطة بديلة يعني وانا رايح اقعد مع physician او مع دكتور بتكلم معه في حاجة لازم يبقى عندي سيناريو كده وتوقعات لإيه اللي ممكن يتقال ويبقى عندي خطة بديلة لكل رد احنا عايزين نتابع حضراتك اكتر من كده بس للأسف الفقرة خلصت وقتها تجري بسرعة لكن خلينا نقول لازم تبقى got communicator يعني متواصل جيدا لازم يبقى عندك active listening لازم تسمع كويس قوي لازم تلاتة تبقى ايه تاني updated knowledgeable عندك بعرفة وعندك معلومات كويسة وكمان عندك بدايل للحلول او التفاوض وحلول مبتكرة في هذا المجال طبعا انا بشكر حليك شكرا جزيلا على وعد اللقاء مرة اخرى هنتكلم في النقطة دي ونستفيد فيها اكتر لان كل نقطة منهم هو علم كل نقطة منهم احتاجة تدريب كدير ان شاء الله بإذن الله نتقي بحضرتك قريبا ان شاء الله بإذن الله ونعرف اكتر في هذا المجال شكرا جزيلا حليك بسي الحقيقة دكتور طبعا الحبيب اشكر دكتورة هيندي زيدان وهي مديرة في احدى الشركات الادوية على خبرتها الهيلة العملية اللي احنا نبدأ ان شاء الله نتواصل مع حضرتكو بيها ونقدر ازاي في مجال الصيدلة او غير مجال الصيدلة يبقى عندنا هذين السكالز او المهارات شكرا جزيلا حليك دكتورة هيندي بسي الحضرت سأذنكم نطلع فاصل ونرجع نستقبل الدكتور رافت يوسف وحلب العظماء فاصل ونعود اشتركوا في القناة